السلام عليكم طلابنا الأعزاء طلاب السادس الأدادي طبعا أكمل وياكم حل تمارين يونت 6 اليوم عدنا اكسرسايز بيج 120 اكسرسايز سي عدنا تمارين السي صفحة 120 طلاب الأعزاء تمارين السي صفحة 120 هذا يجيب عدة أشكال طلاب ذن اللي أنا أشهر عليهم إذا عدكم كتاب الاكتيفتي بوك طبعا راح أترجم بشكل مفصل إذا عدكم كتاب الاكتيفتي بوك طلعنا النصفحة 120 تمارين السي ذن اللي أنا أشهر عليهم هي جدوار ذن فراغات ربما يجيبهم كلمات في فراغات بوكس يعني كلمة تو باي أو تو يجيبها بس يجيب لكلمة باي بالبوكس ينزلها ويجيب جملتها ينزلها بالفراغ المناسب هذا واحد ربما يجيب لكم هنا الفراغ بانك كارت ربما هنا يقول فراغ ويجيب لي هذا التعريف كامل ويجيب لياها هاي بوكس بانك كارت أنا أزلها من البوكس أخليها بالفراغ المناسب هاي احتمالة أعيد الاحتمال الأول ربما يقول لي فراغ كلمة باي موجودة بالبوكس ننزلها بالفراغ المناسب يعني بوكس صندوق او ربما هنا يجيب لي فراغ بالبداية هاي مو بانك كارد موجودة بطاقة المصرف يجيب لي هنا فراغ يكمل لي هذا التعريف والقي هاي البانك كارد موجودة بالبوكس بالصندوق فوق والكلمات في فراغات اللي هو سؤال الثالث فراغ اي انزلها بالفراغ المناسب يعني ما راح اواجه مشكلة اذا اجدني بوكس لكن طلاب انا اركز على طلاب اللي يردون يحصلون درجة كاملة 100 لازم اللي يردون يحصلون درجة كاملة 100 باللغة الانجليزية لازم يحفظون هذا التمرين هذا حفظ طلاب بين قوسين حفظ شلون يعني حفظ ربما يقل لك بانك كارد فراغ لازم تكتب لأبيس أو بلاستيك يو كان يوز تباي فور تينكس أو قيت موني اندستريت هسي اترجم لكم بس اريد اوضح لكم الطرق اللي يجيبها واترجم لكم ربما يقل لي بانك كارد ويطين التعريف فاني انا ازل لبانك كارد بالبداية او ربما يقل لي فراغ هنا ويطين التعريف وما يطين بوكس انا لازم انا ازل لبانك كارد من عندي طبعا هاي الطريقة جابها في احد الادوار الوزارية بالتحديد جاب هاي اخر واحدة كرادت كارد هاي جابوا مكانها فراغ جابوا مكانها فراغ وكاتب لي تعريفها كامل بدون ذن الفراغات فاني لازم من ما جايبها بوكس هاي كرادت كارد ما جايبها بوكس يريد من عندي انا ينزلها فينزلها بالفراغ المناسب هسا بعد ما عرفنا الطرق طلاب راح اترجم لكم بشكل مفصل ترجموا اياي بانك كارد بطاقة المصرف هوية المصرف ابيس تعريفة ابيس جزء او قطعة اوف بلاستيك افضل تكون جزء اوف بلاستيك جزء من المطاط تستخدمها لتدفع هاي خلوها بالفراغ طلاب اكو فراغ قدامكم لتدفع للاشياء or او get money تحصل نقوط in the street في الشارع يعني من ابو مكتب تحصل من تطيل بانك كارد يعني تحصل من خلالها راتبك او المبلغ اللي انت تحتاج ATM هاي معناها آلة او ماكنة الصراف الآلي هذا اللي يوزع رواتب يعني تخلي الماستر وتحصل من خلاله راتب هذا ال ATM ماكنة الصراف الآلي somewhere مكان ما you can get money تستطيع ان تحصل نقوط تستطيع ان تحصل نقوط using باستخدام a bank card بطاقة المصرف او هوية المصرف somewhere مكان ما you can get money تستطيع ان تحصل على النقوط using باستخدام a bank card بطاقة المصرف number three pin الرقم السري a secret number رقم سري a secret سري number رقم رقم سري you can use تستطيع ان تستخدمه with a bank card لتنهي او لتوقف others using it استخدام الآخرين لها يعني للبطاقة او للهوية ما المصرف for check 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 a piece of paper جزء من ورقة السك مو a piece of plastic مو جزء من المطاط لا check a piece of paper ورقة جزء من ورقة you can use تستخدمها to pay for things to pay for معناها لتدفع لي things الاشياء five number five اللي اجت في زاري credit card بطاقة الاعتمان مادام هي كارت بطاقة هوية يعني هي a piece of plastic هي a piece of plastic best check best check a piece of paper والله يحفظهم جدا سهل يعني عدكم bank card هاي بها card a piece of plastic you can use هاي بها اهم كارت a piece of plastic you can use هنا to pay for things قبل لتدفع للاشياء هنا لا to buy things لتشتري اشياء and pay for them later وتدفع لها متأخرا او فيما بعد اعيد ترجمة credit card credit card بطاقة الاعتمان a piece of plastic جزء من المطاط او قطعة من المطاط you can use تستخدمها to buy things لتشتري اشياء and pay for them later وتدفع لها later متأخرا او فيما بعد if you want 100 in english stay with us come with us you'll get it easily by god willing ان شاء الله اذا تريد مي باللغة الانجليزية تعالوا ايانا اوبقوا ايانا راح تحصلها بسهولة ان شاء الله وكلامي عن تجربة وعن دليل وان شاء الله راح تشوف اللغة الانجليزية سهلة جدا ايانا ولا تنسى الاشتراك بالقناة اوبقوا ايانا كل مقطع فيديو ينزل لا تمل شوف المقطع لانه مقاطعي جدا مختصرة ما تتجاوز الاشر دقائق او الاثناش دقيقة لانه اريد اكسب رغبة الطالب لمشاهدة الفيديو من يشوف مقطع فيديو مطول راح يشرد الطالب راح يمل يقول هذا المقطع مطول ما اقدر اشوفه او يشعر بالملل لكن مقاطع وكلها بسيطة ان شاء الله وانو ياكم اكمل لكم المادة وانو ياكم الى اخر يوم الى اخر لحظات قبل الامتحان الوزاري وكل هذا ما تنسوني بالدعاء وان شاء الله اشوفكم باجمل الاوقات راح اكمل لكم ان شاء الله كل التمارين وكل المادة الداخلة بالامتحان الوزاري سيو